السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف الحال ان شاء الله تكون وكلكم بخير وصحة وسلامة ورجعنا لكم الجديد في وصفة جديدة من قناة مطبخ بنتاليمن وصفتنا اليوم ان شاء الله بيكون الكوشري المصري بنشوف المقادير مضحة في الشاشة بس بكتبها لكم في صندوق الوصف كمان بكتب لكم في صندوق الوصف طريقة حمل الصلصة أي سلصة الكوشري والان بسم الله بنشوف اول خطوة معنا اول شي بانضيف ملعقة من النشافي البصل البصل انا عندي حبتين مقطعات الى شرائح رفيعة بنحرك البصل بهذه الطريقة ونخلطه مع بعض تمام علشان يطينا قرمشة عند القلي ثاني خطوة معنا ملعقتين من الملح وملعقة من الفلفل الاسود وثلاث ملاعق من الكمون بنخلطه مع بعض كلهم بندمجهم تمام علشان بنقسم البهارات نصها للعداس ونص الباقي الى الرز الآن بنفور المكرونة بنضيف ماء يقرب ثلاثة اكواب من الماء كمان بنضيف ملح سوى الرغبة وثلاث ملاعق من الزيت بنخلي النار مرتفعة لما يبدأ الماء عندنا بالغليان بنضيف المكرونة ونخلي النار متوسطة لما تستوي المكرونة تماما الآن في قدر ثاني بنضيف كوبين من الماء او ثلاثة اكواب وبنضيف كوب من العدس ونص كمية البهارات اللي ذكرناها قبل في بداية الفيديو بنحرك كل شي مع بعض بنخلي النار متوسطة لما يستوي معنا العدس تمام الآن في الصاج بنضيف نص كوب من الزيت وبنخلي الزيت يسخن بعد ما يسخن بنقلي في البصل بنضيفه على مراحل ونحرك مع التحريك المستمر بتكون النار متوسطة لما يتغير لون البصل ويعطينا اللون البني الغامك بنبدأ ناخذهم من الزيت وبنحطهم في منادي المطبخ علشان الزيت الزايد يروح وبنكمل بقية البصل بنفس الطريقة الآن بنفس الزيت بنضيف كوب نشيرية وبنحمرهم في الزيت مع التحريك المستمر علشان ما يحرقوا معنا بس علشان يعطونا اللون البني الغامك بعد ما نحصل على هذا اللون بنرفعها على النار والآن بنسوي مع بعض الرز بنشني مع المكارونة وكمان بنشني مع العدس علشان نسلك فيها الرز بنضيف الشعيرية مع الزيت اللي متواجد فيها والآن بنضيف الرز وباقي البهارات اللي عندنا وكمية من الماء وبنخلي النار هادئة وباقي البهارات اللي عندنا لما يستوي معنا الرز لمدة ثلاثين دقيقة أو عشرين دقيقة الآن بنشوف طريقة التقديم بنضيف أول شيء الرز كطبقة أولى بعدها بنضيف العدس والآن نضيف المكارونة نحاول أن نرتب قصة نبحث أن ندمج كل شيء مع بعض حاجة بسيطة يعني من الأطراف بنضيف الحمص المعلة بمقدار كوب والآن بنضيف البصل وآخر شيء دنا بنضيف السلسة سلسة الكشري بطرحها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله طريقة عملها مع المقادير ولمسات أخيرة بصل ومكارونة من فوق وحمص على الشعان يأطينا تناسق في الطبق وخلاص هذا بيكون فيديو اليوم وهذا بتكون وصفتنا لليوم إن شاء الله حبيتوا الفيديو إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا أعجاب اشتركوا بالقناة إذا كنتم مش مشتركين شاركوا الفيديو مع أصحابكم وقاربكم في كل مكان علشان تعمل فائدة وإن شاء الله شوفكم في فيديو جديد ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر